فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله هذا أبو موسى لاشعري رضي الله عنه صحابي الجليل أنكر عليه أمير المؤمنين قال أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اعتبر عمر رضي الله عنه توظيفه من الولايه الداخلة بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وفي الآية التي تلوناها لا تتخذوا بقانة من دونكم قال ألا اتخذت حنيفا حنيفا يعني مسلما قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لي كتابته وهذا التأويل أبي موسى رضي الله عنه يقول أن لي كتابته لكن لم يفطر رضي الله عنه إلى اطلاعه على الأسرار وخيانته وعدم أمانته وإنما نظر إلى جودة كتابته جودة عمله وهذا ما يدند به كثير من الجهال يقولون إننا نشوفهم يتقنون الصناعة ويتقنون الأشياء فنقول ما دام في المسلمين من يحسن العمل هذا فلا يجوز أنك تأتي بالكافر وتوليه مهام المسلمين قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله حين قال لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذا أقصهم الله نعم لأنه جعله كاتبا هذا ياتخاذ بطانة ورفعة له رفعة له لسيما إذا كان عند مسؤول من المسؤولين وقياد من القياديين من المسلمين إن هذا فيه رفع للكافر وأعزاز له حلى المسلمين ترجمة نانسي قنع